السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان أسعد الله أيامكم بكل قير ولقاء جديد من برنامج قرآن يمشي والحلقة رقم عشرين إن شاء الله النهاردة هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج و هيكون إن شاء الله في سياق هذه الحلقة تسكير بكل الحلقات الماضية اسمحوا ليقولكم إن الحلقة النهاردة رقم عشرين كانت أو بعنوان كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي و كان السؤال السابق و زي ما كنا دائما متعاودين معاكم نقول السؤال و نقول إنه الإجابات اللي جات لنا و إنه الدكتور كابتر خيرو جزاهل و خيرا أرسل لكل اللي شارك و كل اللي تصل عليه نسخة من كتاب الدين الحق بدي إف على الحساب بتاعه كان السؤال السابق لماذا من لم يدعو ربه يغضب عليه ليه اللي ما بيدعيش ربنا ربنا بيغضب عليه و خلق نسمع الإجابة من فضيلة الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم لماذا من لم يدعو ربه يغضب عليه ليه نعم ليه ربنا بيغضب لما العبد ما يسألش ربنا تخيل لله المثل الأعلى إن ابنك خرج من باب الشأة و طرق باب الجرال و قال لهم أعطوني مسرور في المدرسة كم تغضب نعم كم تغضب صحيح و ربنا يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها سبحان الله كيف العبد يروح لمن يروح لمن غير الله سبحانه وتعالى والله هو الصمد تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجاتها فلذلك الذي يدعو ربه يسعد لم أكن بدعائك رب شقية والذي لا يدعو ربه يتعب و يتعب من لم يدعو ربه يغضب عليه نعم أنأخذ جميع المحاور بالاختصار عشان نأخذ فرصتنا نهاردة هنتكلم باختصار شديد لأن الحلقة الحقيقة النهاردة دسمة جدا الهدية من كتاب الدين الحق لفضلت الدكتور مجد الشريف النهاردة هنأخذ موضوع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة و الإنجيل و في كتب الأولين هل ذكر النبي محمد في الكتب الأولين؟ إن شاء الله في كتاب الدين الحق الأدل القطاع بإذن الله فصل كامل حوالي خمسين صفحة عن هذه النصوص المقررة و التي يعترف بها أهلها من باب و شاهد شاهدوا من أهلها أما الدليل إلى الإسلام فالدليل واضح في كل شيء له آية تدل على أنه واحد نأخذ باختصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة و الإنجيل و في كتب الأولين أشيد أيضا بنقاط جميلة فضلت الدكتور عبدالأحد داود روماني هو أكبر علماء اللهود في العالم أكرمه الله تبارك تعالى بنعمة الإسلام في سن تجاوز الستين سنة من عمره ومنازل الكتاب رائع جدا جدا بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس الله صلى الله عليه وسلم كذلك فضلت الشيخ إبراهيم الخليل و كان قسيسا ربنا أكرم وأسلم لله رب العالمين منازل الكتاب جميل جدا بعنوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة و في الإنجيل بالجملة من فضل الله تبارك وتعالى أن سيدنا إبراهيم بالنصوص في التوراة التي يؤمن بها يعني كل أهل الكتاب بالنص في التوراة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك تعالى يخاطب نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجعل ابنك هذا اللي هو إسماعيل إني جعل ابنك هذا لأمة عظيمة إذ هو من زرعك لذلك حتى الملك كان يقاطب أمنا هاجر و عليه السلام و يقول قوم فسق الغلام فإن الله جعله لأمة عظيمة فكل الصديقين من أهل الكتاب يعلمون بأن النبي الختم فيها هو نبي هذه الأمة العظيمة و من ناس سيدنا إسماعيل كما قال لهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا تطيع العرفين ولا المنجمين لأنها ناخد النهاردة من أهم يعني الطريق الوحيد للهداية للخالق اتماع رسل الخالق سبحانه وتعالى فلذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لا تطيع العرفين ولا المنجمين فسيقيم الله لكم نبيا من وسط إخوتكم في هذه الجملة لم يقل من منكم ولكن قال من وسط إخوتكم يعني من إخوة بني إسرائيل من هم إخوة بني إسرائيل؟ بني إسماعيل لذلك في نص الطورة عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام سكن إسماعيل وتربى في بريد فران فيقول وأمام إخوته يسكن يعني بني إسرائيل في الشام وبني إسماعيل العرب في بلاد العرب في جزعة فكل الصدقين من أهل الكتاب كانوا يهاجرون إلى بلاد العرب انتظارا للنبي زي سيدنا سلمان الفريس وزيها مثل هؤلاء الناس لذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لا تطيع العرفين أم عليش أنا أقول بسرعة وكل واحد يستطيع أن هو يخذ بالتفصيل في كتاب الدين حق لأدل قطع يقول لا تطيع العرفين ولا المنجمين فسيقيم الله لكم نبيا من وسط أخوتكم مثلي يعني إيه مثلي يعني يسوس الناس كما ساسهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تبارك على يجعل كلامه في فمه هذا من فضل الله لذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول نفس الصفة بيتكلم عن النبي الذي يأتي بعده قال فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك على اختاره نبيا أميا ما ينطقه عن الهوى إنه إلا وحي يوح وكذلك في كتب الأولين لما الله تبارك على أراد لفضل الشيخ صفير رحمل بركفوري وهو الحائز على جهزة الملك فيصل أكبر علم إسلامي قام بمناظرة بمناظرة جميلة جدا مع خمسة من قادة الديانات الهندوسية والحمد لله الخمسة في ملأ آلاف من الناس من المسلمين من البوزيين من السيخ من الغن الحمد لله آلاف من الناس أسلموا في هذا اليوم من فضل الله وأخذ يشرح لهم قال أنتم تعتقدون في كتبكم المقدسة بأن النبي الخاتم يكون مركبه الإبل لذلك الكتب الجردشتية والكتب الجردشتية فيها بقايا من بقايا كلام الأنبياء السابقين زي سيدنا صالح زي سيدنا وهذه البقايا عن موسك مثلا كتاب ألفين صفحة فيه مثلا يعني صفحتين ثلاثة ثلاثة أربع سطور من كلام الأنبياء السابقين وبقية الكلام لماذا؟ لأن الله تبارك تعالى أوكل لحفاظتي من أرسل عليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء أما النبي الخاتم تكفى الله بحفظ رسالته إننا نحن ازلنا الذكرى وإن الله لحفظ الله لأنه ما فيش رسالة جاية تاني كل السابقين الذين فرطوا كانت تأتي الرسالة من بعدهم لتصحح ما أخطأوا فيه وتبين ما زيفوه وما حرفوه لكن القرآن الكريم تكفر الله بحفظاته لماذا؟ وأنا بعتقد بأن المسلمين هم أمة النبي الخاتم لأن صفة النبي الخاتم في كتبهم يأتيه الملك الجبار يقول عن سيدنا جبلان يأتيه الملك الجبار بالجبل بصحيفة ليقرأها ولا يقدر أن يقرأها وأن يكون مركبه الإبل حتى قال لهم فضل الشيخ المباركفوري أنتم تعتقدون في كتبكم المقدسة بأن النبي الخاتم يكون مركبه الإبل وقد كان مركب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإبل وأنتم تعلمون بأن عصر الإبل قد انتهى فلماذا لا ترجع هذا الأمر؟ فكانت هذه بداية جميلة أن يقبلوا المناقشة والحوار والحمد لله أسلم جميعا لما شرح لهم معجزات القرآن الكريم وكيف أكبر علماء العالم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وبالجملة قال كلمة جميلة قال في نص الكتب الزرادشتية قال إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم فإنهم يتضعضعون وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه أهل فارس وبعد عبادتهم النار في هياكلهم فإنهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم والتي تطهرت من الأصنام فيكونون وهم أتباعا لهذا النبي رحمة للعالمين ده اللي احنا بنقوله إن صفة هذه الأمة كل من نتتبع حياة الرسول على السلام هنكون رحمة لأنفسنا ورحمة للعالمين نحن إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرمنا وفي حلقات مخصصة لوصف النبي في كتب الأولين خلينا نروح مع حضرتك على بعد ما خدنا هدية من كتاب الدين الحق نروح لأول محور عندنا النهاردة وهو محور تنوير التفكير الله وطريق الهداية هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنت تطيعه تهتده تمام لذلك كل الأنبياء أرسلهم الله تبارك تعالى رحمة للناس هداية للناس لربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد رحمة للعالمين ليعلمنا كيف نستفيد من حياتنا كيف نستفيد من أولا كيف تكون هذه الحياة سعادة لنا في هذه الأوقات وسعادة لنا في الآخرة فلذلك كان هذا الأهداد وإن تطيعه تهتده لكون متأكدين يعني يتنور تفكيرنا بأن تكون الفكرة في أذهالنا أن طريق الهداية هو اتباع رسول الله وإن هنا يعني وإن هنا وإن تطيعه تهتده الذي يطيع رسول الله فقد اهتده فلذلك لما ربنا قال في القرآن الكريم بعد عوض نفسه جيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون الذي يحب الخالق سبحانه وتعالى بمجرد ما يسمع إن في رسالة من الخالق يذهب ويتبين وينظر لذلك كل الصديقين من أهل الكتاب كانوا ينظرون ويتأكدون فلما يتأكد يسلم لله رب العالمين لذلك لما جاءت الرسالة معلش أنا هتكلم بسرعة في الحلقة دي لإنها هنلخص فيها كل الموضوعات لما الرسول عليه السلام أرسل رسائله المباركة إلى كل ملوك الدنيا وأسلم من أسلم وبعض الملوك أرسلوا الهدايا زي ملك المقوقس ملك مثل أرسل بالهدايا لما جاءت الرسالة إلى رقل وسأل عن الرسول عليه السلام وجاء في قلبه قال سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يزيدون المنقصون قالوا يزيدون فيعلم ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأه فأذره فاستغلب لذلك سيدنا يحيى يقول لبني إسرائيل لما سيدنا عيسى عليه السلام قال لهم إن ملكوت الله سيأخذ منكم ويعطى إلى أمة أخرى تأكل ثمرتها يعني يقول أن لواء الهدايا سوف يؤخذ من بني إسرائيل ويعطى إلى بني إسرائيل الأمة الخاتمة أمة النبي الخاتمة فسيدنا يحيى عليه السلام يفصل لهم الكلام قال لهم يشبه ملكوت السماوات مثل بذرة إذا وضعتها في الأرض فهي أصغر البذور حتى إذا نمت فهي أكبر البذور فلذلك سأل هذا السؤال الجميل قال أتباعه يزيدون أم ينقصون فلما علم أنهم يزيدون يزيدون وعلم أنه يأمر بما أمر به جميع الأنبياء يأمر بعبادة الله وحده وصيلة الأرحام فالتفت إلى قومه وقال إن يكن هذا هو النبي فسوف يملك موضع قدمي هاتين لأنه عارف أنه يجمع له كل كوكب فنخرع عن نخرة رجل واحد فلما فعلوا ذلك فالتفت إليهم وقال إنما كنت أختب القول لكن لما قال لهم ذلك عشرة من الصادقين في الأحبار والرهبان قالوا ماذا نفعل إن كان هو الرسول هذا علامة حب الله أن تسأل عن رسالة الخالق سبحانه وتعالى فأرادوا أن يذهبوا إلى المدينة المنورة ولكن خافوا من قومهم ماذا يفعلون فتشاوروا فيما بينهم قالوا نلبس ملابس التجار وكأنهم يذهبون إلى رحل الشام إلى اليمن ليتلقنوا نعم ولكن هم يقصدون المدينة المنورة لبسوا من لبس التجار وانطلقوا وأخذ كل منهم يجاهز سؤالا لا يجيب عليه إلا نبي فلما أراد الله تبارك على أن يصلوا إلى المدينة المنورة شوف إكرام الله لهم فالرسول عليه السلام أمر بإكرامهم وينزل سيدنا جبريل عليه السلام إكراما لهم إكراما لجهدهم إكراما لبحثهم الجيد أول حلقة عندنا كانت إيه الباحثون عن الحقيقة يسعدهم الله عز وجل بتوفيقه سبحانه وتعالى فلما نزل سيدنا جبريل عليه السلام قال يا محمد إن هؤلاء النفر جاءوا يسألونك عن كذا وجوابه كذا وجاءوا يسألونك عن كذا وجوابه كذا لما جاءوا إليه فلما أخذوا إكرامهم أخذوا وجبهم جلس عليهم النبي عليه السلام وهو يقول لهم إن شئتم أخبرتكم لما جئتم له وإن شئتم سألتموني وأجبته فنظر كل منهم للآخر وقالوا بل تخبرنا فأخذ ينظر إلى كل منهم لسؤاله الذي جاء الذي في قلبه وقال جئتم تسألوا عن كذا وجوابه كذا وجئتم تسألوا عن كذا وجوابه كذا فلما أجابهم جميعا قاموا يقبلون رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه ثم سجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن أحق بذلك منهم فقال لا إنهم حديث عهد بالإسلام لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ولكن فقهوهم وعلموهم أمرتينهم تنوير التفكير إذا كنت بتحب ربنا اسأل عنه شوف واستأكد أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع لأن هذا هو طريق الهداية وإن تطيعوه تهتدوا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أمة الدعوة أمة الإجابة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ينفع أن يسألت سيدنا النبي دلوقتي الشيء حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أنا عرفت أنه ناس من كتر الشوق يأتيهم النبي في الرؤية يجيبهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هي رؤية حق قال عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حق فإن الشيطان لا يتمثل به فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية حق وكل رؤية حق هي محد فضل من الله وكل رؤية حق توضح للعبد بأن الله غارب على أمره نعم 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 آمين آمين جاء لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام الحمد لله الحمد لله والله من فضل الله ورحمته من أفضل الرؤى اللي ربنا أكرمني ورأيتها وأنا في مكة المكرمة أني أسير خلف الرسول عائل سلام صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه وسلم يمشي أمامي وبعمامته الجميلة والرداء والسراويل وبنفس يعني وكأن الرسول عليه وسلم يعلمني البهاء وانا أسير خلفه خطوة بخطوة الله وأقول حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله ورحمته وجئنا عند أول بيت بنصعد في الدور الثالث فالتفت أليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتفه العريض الجميل التفت أليه وكأن الرسول عليه السلام بيقول لي إجمت شوي يعني كأنه يعلمني الهيبة يعني فلما نظرت العين الرسول عليه السلام في قلت يا ده نظرت رسول عليه السلام ده نظرت بالضبط في الرؤية لكن تمام هذه الرؤية أمر عجيب جدا بعدها فترة سافرنا إلى غانا في دعوت الناس إلى الخير الحمد لله فرأيت بقية الرؤية وكأنه سعدنا في الدور الثالث وخرجنا فإذا ببعض المكاتب تشتغل في يعني إغواء الناس وما لذلك فرسول عليه السلام عندما خرج إليهم فحدث بهتان فلما حكيت هذه الرؤية لدكتور أرميل اللي هو يعتبر رئيس التحدي العلماء في غرب إفريقيا فقام على مكتبه وقال الله أكبر تنقط حجة الباطل فلما رجعت في التفسير في فبوهة الذي كفى وجدت إلي إيه أي انقطعت حجته بالجملة بإذن الله يعني يتحق كل ما أخبر به النبي عليه السلام لا يبلغنا هذا الأمر ما بلغ الله طيب الكلام في الحاجات الطيبة دي جميلة ما يقلصش دكتور عندنا كمان محور تنوير السلوك النهار ده وفي شيء طيب جدا جدا أذكاره الحالي في الأربعة وعشرون ساعة إذا تأكدت بأن الهداية في اتباع سيدنا محمد عليه السلام أنظر في خلال الأربعة وعشرين ساعة في الليل وفي النهار كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أذكارنا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل نعم لماذا الرسول عز وجل هو سيد الخلق لأنه أكثر الخلق ذكرا لله الله أكثر الخلق ذكرا لله كلنا ننام والقلب يكون في نوم وفي غف إلا الرسول عز وجل ينام والقلب يقضى ينام وهو ذاكر لله عز وجل فسبحان الله نتعلم ماذا نقول عندما نستيقظ ماذا نقول عندما نبدأ نومنا ماذا نقول عند وضوئنا ماذا نفعل في تعاملنا ماذا نقول قبل تعاملنا ماذا نقول في دخولنا البيت ماذا نتعلم أذكار الحال ونتعلم كيف نكون مثل النبي عليه وسلم في ذكرنا لله عز وجل في عباداتنا في معاملاتنا في حبنا الخير للآخرين هذا ملخص برنامجنا قل الأن يمشي ولو حضرتك تتفضل مشكور تذكرنا بعناوين الحلقات ومضمونها اللي فات تذكر حضرتك هذا هو السلوك إزاي أن نحن ربنا يكرمنا تتنور حياتنا بحياة الرسول عز وجل كأن حضرتك بتوصي كل السادة المشاهدين نراجع مع بعض في الدخائق هذه أنه يعني أسكار الحالي سيدنا النبي أسأل نفسي في كل أحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الموضوع ده بيقول إيه في الموضوع سلوكه كان إيه أفكاره كانت إيه أحواله كان إيه وقت تبع ومعها أنجح وبقدر تأسينا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الـ 19 حلقة أقول لنا حضرتك عنوان الحلقة الـ 20 حلقة الـ 20 حلقة أقول لنا الحلقة وندي مضمون لها سريع رحنا بنذكر السادة المشاهدين نحن النوردة في الحلقة العشرين كان عندنا دكتور الحلقة الأولى كانت بعنوان الباحثون عن الحقيقة الله الباحثون عن الحقيقة يسعدون بتوفيق الله لهم الحلقة الثانية كانت فبذلك فليفرح الله نفرح بذكرنا لله وطاعاتنا لله الغنى غنى النفس نعم ليس بكثرة الممتلكات ليس البسكين الذي يسأل الناس لذلك نرده بالقليل إن وعد الله حق الله لذلك نسعى لرضاء الله عز وجل الشديد الذي يملك نفسه نعم الشديد الذي يملك نفسه وليس الشديد البدن القوي البدن لا الشديد ليس بقوة البدن ولكن بقوة ملك النفس أتدرون من المفلس الله لذلك دا نضيع أعمالنا الصالحة بالغلط في الآخرين وإذاء الآخرين لا تبخسوا الناس أشياءهم نعم فإن الله مالك يوم الدين سبحانه وتعالى نضع الموازين اليوم القسط نضع الموازين القسط نعم يوم القيام من لا يشكر الناس لا يشكر الله من أجل ذلك ضروري أن نذكر محاسن الناس اذكروا محاسن موتكم فما بالكم بأحيائكم اجعل من زكاتك في معاملك نعم الله أكبر المؤمن سمحاً إذا باعاً رحم الله امرأة سمحاً إذا باعاً سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اختطى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله هو أقوى الخلق أغنى الخلق أعز الخلق ما سألتكم من أجر فهو لكم نعم من حق جميع الخلق أن يصلهم هذا الخير لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة صحيح بجد لا تدخلوا للجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فهاش يزور رأيت قدرة الله نعم في كل شيء له آية تدل على أنه واحد إنهم لفي سكرتهم يعمهون نعم من سيء عاداتهم إلا أن يستغيثوا بالله ربهم سبحانه وتعالى وما أنا من المتكف من المتكلفين نعم لأن الله لا يكلفني إلا ما أتاني لا يكلف الله نفسي إلا ما أتاه نعم آه الله أمرك بهذا الله لأن الله لا يضيع أهله إن كان أمر الله فهو فيه السعادة وفيه الفلاح مئة في المئة إن الله لا يضيع أهله يحفظ الله يحفظك إذن لا يضيعنا الله إذن لا يضيعنا الله لا يضيع أهله نعم وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا لم أكن بدعائك رب شقين لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء ولا يرد القدر إلا الدعاء وأمر أيضا مهم في آه الله أمرك بهذا ما أنا إلا عبد لله ما أنا إلا عبد لله وختاما في لقاء اليوم كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي اهتدى والله من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الله ده كان تلخيص ساعدى والله من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان تلخيص ليه نعم ما سبقنا عنوين الحلقات السابق نعم وما دمونها باختصار وإن كنا بنرجو أن هي ترجعنا تاني لهدي النبي في بيوتنا صلى الله عليه وسلم في أفكارنا في سلوكنا في معاملاتنا نعم خليني أروح مع حضرتك في أنه في محور تنوير المعاملات النهاردة الله يسروا ولا تعسروا نعم كونوا في الناس كأنكم شام الرسول عليه السلام بيعلمنا كونوا في الناس كأنكم شام خلي يعني من مميزات كل من أحب الله من مميزات أولياء الله عز وجل التيسير يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بهذه السنة الجميلة يتميز أولياء الله عز وجل التيسير في كل شيء التيسير في كل شيء حتى الرسول والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما يعني ممكن ناخد نص دي أكيد من نوع تحرطك وإحنا بنتكلم على تيسره رسالة لكل الأباء اللي عندهم بنات للزواج إنهم يسروا شوية فيه بلاش مغلاف في الأمور دي عشان يسر شوية الموضوع على الشباب نعم نعم أمر مهم جدا جدا إن مما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دعوة كل الخلق إلى الخير النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا إلا ودعه إلى الله وكذلك مما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أي من في المدينة إلا وسعى في تزويدها نعم أمر مهم جدا أمر مهم هذا أمر من الله أنكحوا أنكحوا الأيام هذا أمر من الله الأيام الأذين ليسوا بغير الزواج سواء ثيب أو بكر أو ما إلا ذلك بالجملة السعي في تيسير الزواج هذا أمر يحبه الله هذا أمر يدرأ الفتنة عن كوكب الأرض لذلك الحديد يقول إذا جاءكم من تردون دينه وخلوك فزوجوا ما فيش داعي من الصعوبة لذرفة اللي سيدنا عليه لما تقدم لخيرة نساء العالمين لأمنا فاطمة الرسول والسلام أعطاه الدرع اللي يعطيه لهم يعني أمر بسيط يسير ولا يتعسير لماذا؟ لأن هذا يذرأ الفتنة إلا تفعله تكن في الأرض في الأرض فتنة وفساد نحن أعوذ بالله إحنا معنا تصال يا دكتور تسبح لنغض تصال أخير بس لنغض يعني سمحوا النبي معنا أستاذ إيمان أستاذ إيمان لو حريك بس وط التلفزيون وكلمينها من التلفزيون من فضل موضيه تلمسيون أتفضلي سلام عليكم عليك السلام ورحمة الله تفضلي ممكن نكلم السيخ بوكي لأسلام اتفضلي الشيخ سمع نعم المولاد نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي اتفضلي يا حاج أتكلمي والله عزيز يسأل السؤال عزيز دعاء من خلالكم حضرتك طلبة دعاء من فضلت الدكتور مجدي آه يا رفء الله حاضر آه بس الله تبارك تعالى أن يعطيهم سؤلهم كله في رضاء الله وفي عفد النسطر اللهم أمين اللهم يا رب يعطيهم سؤلهم كله في رضاء الله وفي عفد النسطر وجميع السامعين اللهم أمين آه احنا النهاردة يا دكتور وعشان الوقت بقى بصراحة بيجري مننا عندنا قصة جميلة جدا نهاردة حاليك اخترتها الله وإحنا بنلخص فيها موضوع قرآني كم معانا من الوقت يا دكتور احنا إن شاء الله معانا يعني ربع ساعة طيب معانا ربع ساعة لست إن شاء الله نعم آه اخترنا النهاردة إن القصة تبقى قصة خاتم الأنبياء والمرسلين تمام سيدنا النبي سعى سلام عليه السلام قصة سيدنا محمد عليه السلام هناخد باختصار شديد لا برحمة مش باختصار أه تسلمني عن المحاور اللي أنت عايز تقول علي من أول البشرة لسيدنا إبراهيم عليه السلام إن الله إن جعل ابنك هذا اللي هو سيدنا إسماعيل لأمة عظيمة ما هذه الأمة العظيمة هي الأمة الخاتمة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين نعم فلذلك جميع الصادقين من أهل الكتاب كلما جاءت لهم الفرصة أن ينتظر النبي الخاتم في بلاد العرب فكان يفعل ذلك وذلك سيدنا سلمان اللي أخذناه في أول حلقة البحثون عن الحقيقة وربنا سبحانه وتعالى من رحمته اختار سيدنا محمد عليه السلام نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب لذلك في نص الطورة يدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأ هذا يقول لا أعرف الكتاب ونفس النص في الكتب الزردجتية يأتيه الجبل الملك الجبار في الجبل بصحيفة ليقرأها ولا يقدر أن يقرأها بالجملة الله تبارك تعالى اختار خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروفة ونهام عنهم فربنا سبحانه وتعالى جعل أرزوا على السلام نبي أمي وجعله يتيماً لا يملك من الأموال ولا يملك من المناصب ولا يملك لماذا؟ حتى يعلمنا أن الله تبارك تعالى برحمته هو الذي جعله سراجاً منيراً داعياً إلى الله وسراجاً منيراً ليعلم كل داعي إلى الله أنه أقوى الخلق وأغنى الخلق وأعز الخلق بدون المال وبدون المناصب وبدون أي شيء وبدون حتى أن يقرأ أو يكتب الله يعني حولتك وانت بكلمة عن سيدنا النبي وكيف ذكر في كتب الأولين نعم وهذا التمهيد الرائع أنه يعني زي ما قال ما فيش مكان على الأرض إلا وحيصله نور سيدنا النبي بس أنا بس أخبرك إيه نعم النهاردة وإحنا بنكلم قرآناً يمشي نعم عايز أبعد بعض البشريات لكل السادة المشاهدين اللي شافونا وتابعونا في الحلقات اللي فاتت كلها نعم قد إيه اتباع سيدنا النبي بيفرح سيدنا النبي وبيفرح أتبعه طي نقولي البشرة الجميلة دي بعد ما ناخد شوية من من حياة الرسول السلام قصة النبي الله أكبر فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن جعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأمبير المرسلين نبي أمي حتى لما جاء كبراء قريش وأخذوا يناقشون صلى الله عليه وسلم ويضعون المحاور أمامه فسكت النبي لم يوحى إليه شيء لا يتكلم إلا بالوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى يسألون عن أي شيء ينتظر حتى يوحى إليه برد هذا الشيء ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى أنه بيعلم المسلمين كل المسلمين يكونوا دعاء إلى الله بدون أي إمكانات لذلك كثير من الناس يقولون مؤهلات الداعي نقول لهم الداعي ليس له أي مؤهلات إلا أنه يكون على يقين بأن دين إن وعد الله حق لكن المعلم له مؤهلات المفتي له مؤهلات لذلك نعود باختصار شديد جدا أن حياة الرسول عليه السلام بتعلمنا أن كل مسلم يكون داعي إلى الله لكن ليس كل مسلم يكون معلم لدين الله وليس كل مسلم يكون مفتي في دين الله الله نعم لذلك لما ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على وصيرة يعني على وصير يعني على يقين من ذلك لذلك لما جاء هذا سيدنا الضمام في الحديث في البخاري وقال أيكم حبد الله ثم انطلق فلما أولى الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال عليه السلام أفلح إن صدق كيف نعرف أنه صدق قال فذهب الرجل إلى قومه فدعا قومه فدعاهم إلى الإسلام حتى أتى بهم إلى رسول الله بالجملة كل صادق مع الله ويدعو إلى الله نعم وكل إمكانات عنده جيد ولكن لا يشترط عليه أي إمكانات جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ولا حد يعرف ولا هو يعرف حد بس قال يا قوم اتبعوا المرسلين بالجملة الله تبارك تعالى بيعلمنا سبحانه وتعالى أن ندعو إلى الله ولا ننتظر حصول أي إمكانات سوف تأتي الإمكانات تأتي الإمكانات المادية والإمكانات العلمية والإمكانات كل شيء يأتي ولكن لا ننتظر ذلك ولكن نستمر في دعواتنا إلى الله فذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم يعني ما تحمل في حياتي حتى فتح الله عليه أم القرى ونزلت هذه الصورة كاملة لما رجع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام احنا بنقل باختصارات شديدة جدا لما رجع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من صلح الحدائبية فكانوا في حزن شديد ورجعوا عن دخول مكة المكرمة ورجعوا عن الطواب بالكعبة المشرفة فنزلت هذه الصورة كاملة إن فتحنا لك فتحا مبينا الأمر الجميل جدا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأن الله يفتح علينا أم القرى ولكن سبحان الله بعد وقت قليل وشهر قليل سيدنا عمر من عجلته قال يا رسول الله قد أخبرتنا بفتح مكة قال نعم أخبرتكم ولكن أخبرتكم هذا العام فسكت سيدنا عبدالله وأخذ يؤنم نفسه على هذا السؤال طيلة حياته ويبكي كيف النهار يعني لا 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 مش يشكي يستعجل لا يستعجل لا تستعجل والحمد لله قد كان ودخل النبي عز والسلام مكة المكرمة بعد رحلة طويلة من إذاء المشركين له ولكن الأمر الجميل جدا إن إن كل أهل مكة ماذا يفعل بيهم الرسول على السلام بعد أن قدر عليهم ما تظنون أن يفاعلون بكم خالوا أخهم كريم وابن أخهم كريم انت شوف الرسول على السلام يقول لهم إيه اذهبوا فأنتم الطلقاء يا الله يا الله بعد كل هذا والملقاء هنا نقول حلاوة وشريات من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن آذوه ولمن عادوه وفعل الأفاعيل في أصحابه رضي الله عنهم فماذا نتوقع أن يقول ربنا سبحانه وتعالى رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن أحبوه وأطاعوه ماذا يقول لذلك لما جاء هذا العربي قال يا رسول الله أي حاسبنا ربنا فقال نعم قال بنفسه قال بنفسه قال إذن لا يضيعنا الله أكبر يعني سيدنا النبي حيلقى من أحبوه الله ومن اتبعوه ويلقاهم على الحوض الله ويعني يشربون من يده الله نعم نعم بس فينا السيد النبي والسلام قال نعم موعدي معكم على الحوض الله نعم نعم فبشرة عظيمة جدا من أقول بس ثلاث بشريات سريعة أنا عندي سؤال في الحتة دي طيب طيب عندي سؤال مهم جدا نعم الأول في أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حيجازي كل اللي بزل الجهد في اتباعه الله ومنهم موعدنا على الحوض البشر الجميلين الله أكبر إنما عندي حتة تانية اللي هي لفظة قرآنا يمشي نعم يمشي نعم يمشي ماذا يقصد بقرآنا يمشي يعني الله الحركة والجهد نعم هل هو ذا المقصود إنه السلوك نعم وإنه المجهود في نشر الدعوة هذا هو المقصود بقرآن يمشي تمام ربنا سبحانه وتعالى هناخد دقيقة في النقطة دي أستأذنك طب ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية عجيبة في القرآن سؤال كل الناس عندما يستمع إلى هذا السؤال كل الناس يجيبوا عليه إجابة نحية أعوذ بالله مشاهر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّرُمَاتِ سؤال ربنا بيقول لنا أَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يُحِبُّ الْخَيْرَ لِنَبْسِهِ وَيُحِبُّ الْخَيْرَ لِلنَّاسِ كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كلنا لما نستمع لهذا السؤال هنقول إيه يستويان أم لا يستويان لا يستويان لذلك كلنا لما نيجي نطلب من ربنا هنقول يا رب اجعل لنا نورا نمشي به في الناس ولا هنقول يا رب اجعلنا فأنا بطلب مني ومن جميع من يشاهدنا نرفع ايدينا بقلوبنا لله عزيز ونقول يا رب اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اللهم يا رب اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اللهم يا رب اجعل لنا نورا نمشي به في الناس آمين يا رب العالمين وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن بمجرد من العبد من بشريات الرسول والسلام من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله فقد وجبت له الجنة قال فعجب لها أبو سعيد الخدرية رضي الله عنه فقال أعدها علي يا رسول الله قال فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة قال أمهن رسول الله قال الجهاد في سبيل الله بقدر ما العبد يمشي في الناس بالنصيحة وبقدر ما العبد يوجه الناس ويحبب الناس في الإقبال على الله بقدر ما تكون درجته في الجنة أرجع ثاني قرآنا يمشي الجهد المطلوب والسعي المطلوب عشان أحبب الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسق النبي وأحبب الناس في ربنا يحتاج أني أبقى على درجة كبيرة من العلم مولى كل واحد على قد جهده بالخلق يا دكتور إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم بأخلاقكم نعم فلذلك أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق حسن الخلق ده ملخص الحلقات اللي احنا ايه أخذنا نحب بعض نذكر محاسن بعض نتغادى عن معي بعض نتغافل عما لا نشتهي لا نضيع صالحاتنا بالغلط في الآخرين والإذاء الآخرين أتدرون من المفلس طيب احنا عندنا سؤال جاوبه هنسأله ونجاوبه نلخص مع بعض تاني إلى عشر حلقة السؤال كان بيقول كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي نعجد سيدنا محمد عسل هنجاوبوا النهاردة قال سألت حكيما خلينا بقى الحكيم بيجاوب على هذا السؤال قال سألت حكيما كيف تطيب الحياة فأجابني نعيش كما أمر الله الله أعرف أنه حكيم إن إجابة الحكيم ملخص قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى ومؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة نعم فقال فرصة سألت حكيما كيف تطيب الحياة فأجابني نعيش كما أمر الله قال فسألته وكيف نعيش كما أمر الله قال نعيش كما كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يعني أي إنسان في الدنيا نفسه يعيش كما أمر الله يعني لم يجي إنسان يقولك ما إحنا عايشين بما يرد الله وأعرف منين إن أنا عايش بما يرد الله إن أنا أعمل زي سيدنا محمد فاللي يعيش مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عاش بما يرد الله لكن أي إنسان يخالف حياة الرسول على السلام كيف يعيش كما أمر الله فسألته كيف نعيش كما أمر الله قال نعيش كما كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم نيجي بقى للسؤال بتاعني هنا فقلت وكيف نعيش كما كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم إذن يقس بالرسول على السلام فهذا الحكيم سكت هنيها طب ليه سكت شوية لإني عارف أن السؤال الأخراني ده مش سؤال استفسار ما كل الناس عارف حياة رسول السلام أصل من قطعني وأعطي من حرمني وحياة رسول السلام يعني حب وتسامح ونشر للرحمة ونشر للسلام كل الناس عارفين حياة رسول السلام لكن السؤال الأخراني ده مش سؤال استفسار ولكنه سؤال ضعف همة ضعف همة فأحب أنه هو يستحث همته فقال أنت تحب أن تعيش كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله ومن منا لا يحب أن يعيش كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذن تنوي من الآن تنوي من الآن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيش حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله تعليم وتعلم عبادات وذكر وخدمة نفسك ومن تعود تعيش حياتك كلها داعي إلى الله كل من تقابله في المصعى في الجارع في البيت تحدث عن الله عز وجل نتحدث مع الله نتحدث عن الله عز وجل طيلة حياتك وكذلك نتعلم دين الله عز وجل ونعلم دين الله عز وجل وكذلك نتقن عباداتنا كان نبي صلى الله عليه وسلم رأيت نبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يا أيها الناس إن أحدكم إذا دخل في الصلاة فإنه يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه إنما الصلاة تسكن وتمسكن وتذل أتشبه بالرسوع السلام في صلاته في نومه أتعلم حياة الرسوع السلام وتكون في حياتي وكذلك أخدم نفسي ومن أعول من الآن أقوم بخدمة نفسي وأقوم بخدمة من أعول نعم إحنا معنا ديئتين اسمح لي نرجع تاني ونذكر السادة المشاهدين نعم لأن دا حقهم علينا بكل عنوين الحلقات الماضية عشان في الآخر خالص نقول كلنا معكم في قرآن يمشي نعم أنا برضو حتاني هقول لحرضك كانت الحلقة الأولى بعنوان الباحثون عن الحقيقة نعم يسعدون بتوفيق الله عز وجل فبذلك فليفرح نعم نفرح بذكرنا لله وطاعتنا له سبحانه الغنى غنى النفس نعم وليس بكثرة الممتلكات ليس المسكين الذي يسأل الناس لذلك نرده بالقليل إن وعد الله حق فلذلك نسعى لرضاء الله عز وجل الشديد الذي يملك نفسه نعم وليس بقوة البدن أتدرون من المفلس لذلك لا نضيع صالحاتنا بالغلط وإذاء الآخرين لا تبخس الناس أشياءهم نعم لأن الله مالك يوم الدين يحاسم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك نذكر محاسن الناس اجعل من زكاتك في معاملاتك نعم رحم اللهم رأى سمحا إذا باع سمحا إذا الشرى سمحا إذا اقتضى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أخوى الخلق وعز الخلق وأغنى الخلق ما سألتكم من أجر فهو لكم نعم من حق جميع الناس أن يصلهم هذا الخير لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة صحيح بجد بجد لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن وحتى تحب فهاش يظهر رأيت قدرة الله نعم في كل شيء له آية نعم إنهم لفي سكرتهم يعمهون نعم بما غبت سيء عاداتهم إلا أن يستغيثوا بالله تباره تعالى فيغيثهم الله وما أنا من المتكلفين نعم لأن الله لا يكلفني إلا ما آتيني سبحانه وتعالى الله أمرك بهذا نعم فما أنا إلا عبد لله عز وجل إذن لا يضيعنا إن الله لا يضيع أهله احفظ الله يحفظك ولم أكن بدعائك رب شقي لأن الله خالق كل شيء ولا يرد القدر إلا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي والله والله اهتدى من اتبع رسول الله وساعد من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يعني أنا في نهاية هذه الحلقات الطيبة واللي الحقيقة أنا استمتعت جدا بوجودي مع العالم الجليل فالدكتور مجد الشريف لا يسعني إلا أني أتوجه تاني بحضرتك بكل الشمع على كل الجود الكبير اللي مبزول في أن ننقل هدي النبي لبيوتنا لكل مشاهدين الكرام في مصر وخارج مصر في الوطن العرب اللي بيشاهدونا وكنا بنحاول ننور معهم التفكير وننور السلوك وننور المعاملات من هدي النبي في نهاية هذا اللقاء ونشكر قناة الصحة والجمال لأسمى حضرتك أشكر كل القائمين في قناة الصحة والجمال على الجهد الكبير اللي بزلوه في أن هذا البرنامج يخرج بهذا الشكل المخرج الرائع الأستاذ وليد فريق الإعداد فريق الفني اللي موجود الأستاذ جمال عبد العظيم الأستاذ عبد الحميد توفيق وكل السادة اللي موجودين في قناة الصحة والجمال اللي بنعتبرها منبر من المنابر الرائعة الجميلة اللي بيقبل عليها كل الناس في كل الدنيا كلها إن شاء الله بإذن الله احنا بنوعدكم قريبا بإذن الله برنامج جديد يكون برضو ضيفي فيه فضلت الدكتور مجدي نسعد به معاكم وننقل تاني من هدي النبي لبيوتنا خلونا أقول لكم ساعدنا بوجودنا معاكم وبوجودكم معانا ونسو الله حتى نلقاكم في برنامج آخر اسمحوا لي أقول لكم كل عام وأنتم جميعا بكل بألف ألف خير حتى نلقاكم لا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته